ولهذا قال العلماء إن الأمر بالصلاة صلاة الليل كان عاما للأمة كلها كما جاء ذلك في حديث عائشة وغيرها أن الله فرض أول ما فرض على أهل الإيمان أن يقيموا الليل وكان الفرض أن يقيموا أكثر الليل ولذلك جاء التخفير في قوله بأن تقرأ ما تيسر من القرآن بالإذن بأن يقرأ ما تيسر من القرآن